السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ميكل ار في قناة العصابة السوداء على اليوتيوب اشتركوا في القناة ونبدأ المقطع الصورة الاولى عندنا تقول ان هذا كان عنده قطوة خشت في بيت عنكبوت شوفوا كيف صار شكلها والله بتحزي والله اشفقت عليها شوفوا نظراتها كيف انشاء الصورة اللي بعدها الله يعينها نقول الله يعينها بس الصورة اللي بعدها تقول واحد راح مطعم واحد راح مطعم وطلب كاكولة وثلج شوفوا اش عطاه ثلج وكاكولة قليل يقول لنا ما ادري المطعم يستهبلون ولا يطاق تقولوا ليش راح مطعم وطلبتهم كاكولة مع ثلج وعطاكم جيكينة تتوقعهم فيه مغلط ولا يستهبلون ما انا ادري عنها الظاهر انهم يستهبلون مستحيل فهم مغلط في احد يبطوا بجيكينة يروح يشتري له ثلج من بقالة وانتهي انا ما اتوقع انهم يستهبلون شوفوا كيف المدسات التقليد شوفوا كيف المدسات التقليد انتبوا احذروا التقليد دوم في عبارة احذروا التقليد شوفوا هذا كيف طلع لبس المدسة انتم كرام حقته وطلع وجاه على موية وشوفوا كيف طبع اللون هذه لانها كلها الوان اصطناعية لانه راب الشراب مديها علمت عليه لو رجوله مديه يعني يغسلها ويفرقها تروح بس عشان لو انه معان شرابات مديها خسر الشراب عشان المدسات التقليد بالله كيف يعني مسمحين بالشركة هذة اللي تحط اللي تحط مدسة بوية تقليد على الوان اصطناعية مو قمواش حقيق اما بحذر التقليد شركة ايشان بري ما صارت احضر التقليد صباحة شوف لي بعدها ولا شي يقال اووووووووووووووووووووووووووووووووا هذه الصورة معبره جدا شوفوا هذه أم ومدى من أن طلعنا الأم الأم تعرفون فضلها عظيم فاللهم ورحم جميع أمهات المسلمين هذه الأم اشترت لعيالها العاب عشان يعني ما يبهذلونها ولا يرجونها فالأخير شوفوا الأطفال منعبوا بالأعاب أخذوا المكياج حقها وكسرها شوفوا كيف فالأم جدا عظيم فالله يحفظ أمهاتنا شوفوا الصورة البعد أوه أخص شي يقهرني والله أخص شي يقهرني دوما تصير فيه دوما لو قفت تحت الشجرة تلقى العصفير وأنت بكرامة تعدم سيارتك أعوذ بالله شوف كيف هذا سيارة ملونة الظهر نموقفها أكثر من شهر عدمتها عدام حتى هذه السيارة غالية مرسيدس والله دوما دوما نجيك إذا يقفون عند الأشيار هذه معاناتهم تجيك الطيور تعدمك سيارتك عدام شوف كيف الله يعين شوف الصلاة بعدها هذا رجال تخيلوا أو شي نبغى نتخيل قمنا ساك تخيلوا أنت مسؤول عن هذا الشيء فالأخير جيت كده لحصلت هذا الشيء الله يعينك على الخصمية وفوق ذلك بتروح ترتبه بنفسك الله يعينه شوف كيف يبعلها بالبوية كلها راح طيب من سوها كده لازم يكون في سبب اللي سوها هذا مستحيل هو يحتملها حرام الله يعينه ما نقدر نقول إلا الله يعينه الحمد لله نشوصره به هذا واحد تعرفون يعني جاي من النادي يبغى موية باردة تعرفون أنتم من الآلة اللي طلع لك موية على طول تدفع ريال وطلع لك موية طلعته موية متجمدة وكيف راح يشرب هذا حين الله يعينه الله يعينه وبس كذو صنا نهاية المقطع أتمنى المقطع الخفيف الصغير لا أعجبكم وفضلا ليس أمران أتمنىكم تصورون الشاشة ووظفوني في التواصل الاجتماعي هناك أنزل كواليس وشياء جدا جميلة وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم